السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة الجديدة سلسلة دروس Illustrator إن شاء الله في هذه السلسلة سوف تكون موجهة للأشخاص الذين يعملون في Amazon KDP يعني لن أقدم لكم دروس خاصة بـ Adobe Illustrator بشكل عام إنما سوف تكون دروس محددة مختارة بعناية تهم فقط الأشخاص الذين يعملون في Amazon KDP حصرا إذن لا أريد أن نطلع عليكم كثيرا هذه الحلقة كما قلت في العنوان سوف تكون عن موضوع إفراغ الصور من الألوان لكي نجعلها صور قابلة للتلوين تكون مؤطرة بإطار أسود يعني وفارغة من الداخل يعني تكون قابلة للتلوين بداية هناك بعض النقاط الأساسية التي سوف تفيدكم سوف نبدأ بها أولا هذه الصور التي سوف تقومون بتصميمها أو إفراغها من الألوان أنتم يمكنكم استعمالها في عملكم التجاري لا يوجد مشكل يعني في Amazon KDP وأيضا يمكنكم عرضها للبيع على منصات مثل ومثل ومثل وأيضا منصة التي أنصحكم بشدة صدقوني كرياتيب فابريكا كنز حقيقي يعني فيها صراحة عندما درست الموضوع وعندما فكرت في الأمر بجدية لماذا كرياتيب فابريكا متفوقة مثلا على أو أي منصة أخرى خاصة بالديجيطال بروداكت وجدت أن كرياتيب فابريكا مبدعة من ناحية التسويق تقوم بعمل عروض تقوم بعمل تخفيضات في بعض الأحيان توطيل بروداكت مجانا لكي تحفز الناس على الشراء يعني لديهم استراتيجية تسويق رائعة لذلك أو هذا ما يفسر كيف أن الأشخاص يعني جدد يقومون بإنشاء متجر اليوم يقومون بإضافة المنتجات غدا وفي اليوم الثالث والرابع تأتي المبيعات أمر طبيعي أن تأتي المبيعات لأن لديهم استراتيجية تسويق رائعة ومن لا يعرف كيف يقوم بإنشاء متجر لأن صراحة خاصة في الأيام القليلة الماضية أصبح من الصعب إنشاء يعني ستور على كرياتيب فابريكا فقد شرحت لكم في أحد الحلقات كيف تقومون بأفضل طريقة لكي تقوموا من خلالها بضمان القبول يعني قبول متجركم على كرياتيب فابريكا وأيضا طريقة إضافة برودكت المنتج على كرياتيب أو على المتجر الخاص بكرياتيب فابريكا وقد أريتكم كيف أنه حقق لي مبيعات يعني في وقت وجيز ومبيعات محترمة وبرودكت واحد فقط إذن لا أريد أن هذا ليس موضوع هذا فقط بين قوسين ندخل مباشرة في صلب الموضوع إذن أول شيء سوف تسألونه الآن من أين سوف نأتي بالصور التي سوف نقوم بإفراغها من الألوان هذا سؤال مشروع وسؤال يعني صحيح هذا سؤال يعني ذو قيمة ووزن إذن أولا سوف نقوم بالذهاب إلى جوجل دوت كوم ثم بعد ذلك سوف نقوم باختيار جوجل إيميج والآن نركز معي جيداً هذا النص أنيمالز بيكترز كارتون هذا فيه أشياء متغيرة وفيه أشياء ثابتة الأشياء المتغيرة هي أنيمالز هنا عيوض أنيمالز يمكنكم وضع مثلاً الأشجار يمكنكم وضع مثلاً الكواكب يمكنكم وضع أعضاء الجسم أشكال المنازل أشكال الهندسية يمكنكم وضع أي شيء يخطر على بالكم الحيوانات الأليفة الحيوانات المنزلية الحيوانات الغابة الحيوانات الأفريقية الحيوانات المزرعة الطيور مثلاً الحيوانات الزاحفة مثلاً يعني لا مجال يعني لا محدود يعني المجال لا محدود أي فكرة تخطر على باركم ابحثوا عنها بهذه الطريقة ولكن كما قلت لكم فقط قموا بتغيير المتغير الذي هو Animals ولكن Pictures Cartoon هذا يجب أن تبقى ثابتة دائما أضيف هنا الأشياء التي تريدون أن تبحثوا عنه ثم أضيف له Pictures Cartoon لماذا Pictures Cartoon؟ لأن الصور التي يتم إفراغها تكون عبارة عن رسوم جيد فبالتالي نضيف Cartoon هكذا نضمن أولا يعني من ناحية البحث نضمن ظهور فقط الصور القابلة لاستخراج أو مسح الألوان هذه من جهة ولكن هناك نقطة سلبية يعني عندما نقوم بإضافة Cartoon فهنا يجب علينا أن نكون حذيرين لكي لا نقوم بتحميل يعني صور كوبيرايت فمثلا تعرفون أن أفلام الكارتون أو شخصيات أفلام الكارتون هي كلها تد مارك كلها كوبيرايت كلها مفخخة فهي خطيرة جدا فبالتالي عندما تظهر لكم الصور كونوا حذيرين في التقائية المهم نحن سوف نقوم بكتابات أو سوف نقوم بتجربة Animals, Pictures, Cartoon هكذا نقوم بالبحث بعد ذلك سوف نذهب إلى Tools سوف تجدونها هنا هكذا بعد ذلك Usage Writers تقومون باختيار Creative Commons License هكذا الآن من المفترض أن الصور التي ظهرت لي كلها بدون استثناء وياكا كبيرة وكثيرة جدا كلها قابلة أو صالحة للاستعمال التجاري لا يوجد فيها مشكل من ناحية الحقوق ولكن مع ذلك لا بد من إفراغها لاستعمالها لا يعني لا ينصحوا باستعمالها كما هي مباشرة لا بد من التأديل أو الأقل لا بد من تفريغها من الألوان واستعمالها سوف نأخذ مثال مثلا هذه الصورة فقط تقومون بالضغط عليها هكذا تلاحظون أول شيء Resolution خاصتها يجب أن تكون كبيرة لا يجب أن تكون صغيرة Resolution تجدونها هنا في هذا المكان يعني مثلا هنا عندي 600 نعم أو 800 في 785 تعتبر متوسطة يعني يمكن استعمالها لا يوجد مشكلة يعني أنا سوف نضيف لها البيكسل فيما بعد نقوم بعمل لها save هكذا أو نذهب إلى visit من هنا ثم نقوم بالذهب إلى الموقع وتحميلها يعني بResolution مرتفعة كما تريدون يعني كلا الطريقتين يعني صالحتين ولكن الطريقة الثانية أفضل يعني تقومون بالضغط على visit تذهبون إلى الموقع الرسمي إذا طلب منكم عمل login تقومون بعمل login وتحميل وتحميل الصورة يعني بجودة أفضل وبرزوليشن مرتفعة المهم بعد ذلك نذهب إلى Adobe Illustrator وبالمناسبة من يريد شراء Adobe Cloud فيه جميع برامج Adobe لمدة سنة كاملة بتفعيل رسمي من الشركة على إيميل خاص بك فقط تواصل معي فأنا أبيع هذه الخدمة بـ 80 جد مناسبة إذن نقوم بعمل open نقوم بالبحث عن الصورة التي قمنا بتحميلها ولتكون مثلا هذه الصورة الآن نركز معي جيدا نقوم بالدهاب إلى view ثم بعد ذلك نقوم بالبحث عن عفوا ليس إلى view إنما إلى window نقوم بالدهاب إلى window ثم نقوم بالبحث عن هذا الخيار image trace هكذا سوف يظهر بهذا الشكل وقبل ذلك نذهب إلى layers ثم نقوم بالضغط على هذا السام هنا هكذا ثم نأتي إلى هذا الخيار ونقوم بالضغط عليه إلى أن تصبح هنا نقطتان باللون الأزرق ثم نعود إلى image trace أو نذهب إلى window كما قلنا ثم نبحث عن image trace هكذا نعم بهذه الطريقة ثم نضغط double click على layers الذي أضفناه مسبقا ثم نترك كل شيء كما هو ونأتي إلى advance هذا الخيار الأول نقوم بجعله هكذا في أقصى اليمين وهذا الخيار الثاني نقوم بجعله في أقصى اليسار هكذا ثم نضغط على trace الخطوة التي بعدها سوف نقوم بالضهاب إلى object ثم نقوم بالبحث عن image trace ثم نقوم باختيار الخيار الأخير expand بهذه الطريقة الآن الخطوة التي بعدها سوف نذهب إلى properties هكذا هنا من علامة الاستفهام نقوم باختيار هذا الخيار هنا color mixer ثم نقوم باختيار اللون الأبيض ثم في الخيار الذي هو في الأسفل نقوم بالضغط على مرة واحدة ودائما نذهب إلى color mixer ثم نقوم باختيار هذه المرة اللون الأسود هنا في الحجم نقوم بجعله اثنان أو ثلاثة على حسب أنتم والشكل الذي تريدون ومباشرة بعدها سوف نرى أن الصورة قد تم إفرغها من الألوان وقد أصبحت جاهزة للاستعمال سوف نقوم بتجربة الطريقة على صورة أخرى لكي تتضح لكم الفكرة بشكل أفضل إذن open نقوم باختيار الصورة التي نريد لتكون مثلا نختار هذه قلنا أنه نذهب إلى layers ثم نقوم بالضغط على السهم هكذا ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار حتى تصبح نقطتان زرقا واتان ثم بعد ذلك نقوم بالضغط إلى window ثم نقوم باختيار هذا الخيار image stress هكذا نضغط ضغطتان نتأكد من أننا هنا قد اخترنا هذا السهم ثم نضغط ضغطتان على الصورة ثم بعد ذلك نذهب إلى advanced هذا الخيار الأول إلى أقصى اليمين ثم الخيار الثاني إلى أقصى الشمال ثم trace ثم نذهب إلى object ثم نقوم باختيار image trace ثم نقوم بالضغط على expand بعد ذلك نذهب إلى properties ثم من علامات الاستفهام هذه نقوم بالضغط عليها نقوم باختيار اللون الأبيض في المربع الذي أسفله تماما نقوم بالضغط عليه ثم دائما من ناحية الألوان يعني color mixer نقوم باختيار اللون الأسود ثم هنا في الحجم نجعله اثنان أو ثلاثة يفضل ثلاثة وهكذا نكون قد أزلنا بشكل يعني بسيط وسهل يعني ألوان الصورة وبعد ذلك نذهب إلى file ثم نقوم بعمل save نقوم باختيارها في الحاسوب save on your computer ثم نقوم باختيار الصيغة التي نريد وهنا أفضل صيغة s v g نعطيها الاسم الذي نريد ثم save هكذا دائما نترك الإعدادات كما هي ثم ok إذا ذهبنا إلى الصور هكذا إذن هذه الصورة بعد حجف الألوان منها أعتقد أن الفكرة واضحة كانت في الحلقة الأولى ما يزال هناك حلقات كثيرة قادمة حول إلستراتور كونوا في الموعد وإذا أجبتكم الحلقة أتركوا لي like شكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإلى فرصة لاحق ترجمة نانسي قنقر